سلامة مرحبا بكم في قناة عائلة فاطمة او منظر الفيديو متاعنا اليوم خفيف مدى ما داخلين على راس عام ولعبيت برشة تحب القطوات جبت لكم ريسات متاع جنواز بالكاكاو ياسر سهلة والاصحاب المحلات اللي عندهم البروجيات ينجموا يستعملوا ريسات ويخدموا بها لهنا ريسات متاعنا سهلة عنا اربع عظمات عنا ثمانين جرام فارينة وعشرين جرام كاكاو وعننا خمسة وثلاثين جرام جيلك ومعهم ميت جرام سكر وانتم ما تنجموا اضعوا القوم بتاع الفانيو ولا اي قوم اخر بش يزيدين انكهلكم القطوم بتاعكم. ملو بش نفاقص لاربع عبمات وبش نزيد معاها مرشة الملح هذيكا الضرورية في القطوم بش تعطينا القوم بتاعوا المزيين ويتوازن معبير الحلاوة والكاكاة. دونك لهنا بش نفاقص العبمات في القومات بش نحط الفور يصحون لي على مياه وستين درجة ونحضر الطبقة متاعي من اللول بش نطايفيه جنواس سواء كان طبق خاص بجنواس ولا حتى اللي عندهم اطبقة متاع فور انا بش نستعمل الطبقة متاع الفور بش نفاقص بيت العظم. كما حكينا العظم لازم يكون بحرارة المطبخ ميكونش خيرش من الفريجي دين من بكري. لازمكم على القليل اللي لقبة تخرجوا قبل. بش ينظر ينجح لكم الحلويات لكم. بش استعملوا حلويات بالعظم. هنا عندي كما حكيت لكم اربعة بايدات. عندي ثمانين جرام فارينة. وعندي عشرين جرام كاكاو. هنا يوزنت الجيلك عطيت خمسة و 30 جرام. نجموا تحطوا المكونات كل مبعضهم عادي ما يقلقش خطر استعمال لها المحاصن تعلقاتو اللي هو الجيل. وعندي لهنة الفارينة والكاكاو مغرب لهم بش نخلطهم كيف كيف مبعضها و بش نخلط عليهم السكر. ماذا بكم وقت لتجو تركضوا ما تحطوش السكر دي راكت فوق العظم. يجب ان تضعوا فارينة و المكونات الاخرى من اللون. ومن بعد تضعوا السكر. هنا قطرات مزهر. اخليكم في الفيديو اسفل تحت الصندوق الواصف طريقة صنع ماء الزهر. هنا كيف كيف رشت الملح. وحشتنا من بعد بخرب 20 جرام ماء. نوزناهم 20 جرام ماء. نضعهم على الخليط اللي حضرناه. كما ترونه نخضرهم بالبطر ونخدمهم بالركضة المانيوية الذي كالبضاء. ركضة العادية انا ركضتهم بالبطر. انتو ما اختيارك. هنا الجنوازة تنجموا تستعملوها في وقتها. دونك تبرد شوية. انا على روسية اللي اخدمت بها. خليتها بردت شوية واستعملت. انتو ما تنجمو تبيتهم ولتحضرهم ب كونتياتية كبيرة وتحو غالفوهم بالقدي على الهوي. وتحطوهم في الكنجيلاتير وقت اللي تغالفوهم كل طبقة وحدها ما تحطوهم مدة شهر ما تفسدش جملة المكوناتهم. هنا فرشت بابي كويسان وباش نحط الخليط بتاع القاتو. في وقتها الفور يكون يسخن اعلى مية وخمسين مية وستين مهم ما تفوتوش الوقت اذاك. مدة عشرة دقايق. ما اكثرش من عشرة دقايق. وعادي حتى كين حلو عليه الفور ما يهبطش خطر حتينا في ارمو حسن اللي هو اجي لك اللي هو ما يهبط لنش العظم. هنا مش نحط الخليط انتاك كما تشوف فيه فتح وما بعد اللون تعود يجا الكاكاو يطغي ولو اللون غامق على الاخر. انتو ما مشكم تحسوا اللون فتح تزيدوا الكاكاو الوقت اذاك تشيحوا لكم الباتن تاع الجنواز. وديجا تفزد لكم الرساة. نهني بش نعمل بسباتول ونحطها على كاملة الطبق نفرشها بخط مستقيل. انتو ما كان عندكم وقت نجموا تحطوا في البوش هذي كالين زينوا بها ليجاتو. وتعدوا بالبوش تكون لكم مستقيمة وانظفوا احسن خرم بالطريقة هذه. انتو ما واختياركم. نهني ماذا بنا ننسوها لكل فرد نيفو باش ما تجيش شيرا عالية وشيرا واطية. واللي ياسها ما يسالش ما يشعلش الفورم اللو العادي ينجم يحط طبق وشعل الفورم اللو العادي. كينا وصلتوا له نيمة السوش الاشتراك في قناة عائلة فاطمة ومنظر و جيم للفيديو. نعود لكم المقادير. عنا اربع كعبة بايض بحرارة المطبخ. عنا ثمانين جرام اه فارينة. وعشرين جرام كاكاو. ومعهم يتجرام بسكر. معهم خمسة وثلاثين جرام جيلك. ومعهم لجوم تاع الفانيولة اي جو تحبوها انتم. ورشة صغيرة ملح. ومعهم عشرين جرام ما بعم يتخلط الخليط الكل. وبالجدية بالجدية تركذرنا برة كذا. نزيدو الوقت اذاك عشرين جرام الماء. كي ما تشوفو مفرغ البول بالجدية كالي يتفاح مزيل مستخدم بتاع الجينواز. نصوبو ديريكت في الخليط الكل. الجينواز هذين نجم الصحف الثلاجة تبقى لي مدة اشهر ما يتاحها تشيء. المهم تكون محفوظة وميتخلهش لهوي. دي جا اللي يخدموا في الباتسيري دي جا يحضروا فيهم على رأس العام دي ما كونتي تي كبيرة قبل بشهر ولا اكثر. ما تختلف انتي وطريقة الحفظ متحكين خفضتها بالجدية تبقى لك مدة اكثر. لهني الجينواز متاع كي ما تشوفو طابتنا ما احمرتش ما تحرقتش. المهم اللون متاح هشوفو اللقفة متاحها كيفاش غامق على الاخر. نفس الريسيت نجمو تعاوضها بالفارينة اكاهاو. تناخل عشرين جرام كاكاو وتحطوا الفارينة. مئة جرام فارينة. دي جا عملت واحدة بالكاكاو وواحدة عملتها بالفارينة كاهاو. تاكو صلى نهاية الفيديو. باي باي. فيديو قادم. موسيقى